على سرير الألم يرقد مبارك في مركز علاج الأورام السرطانية بصنعاء ومثل آلاف المرضى ينتظر وآلامه فتح مطار صنعاء ليتمكن من السفر وتلقي العلاج خارج البلاد عاني من مرض سرطاني خبير في ألعاء رواء الجرسين ونحن بحاجة إلى سفر إلى الخارج ونطالب بفتح مطار صنعاء حال مبارك تنسحب على نحو 200 ألف مريض يمني بحاجة إلى السفر وفق اللجنة الطبية العليا في صنعاء يتصدرهم مرض الأورام السرطانية نحن نطالب القهات المختصة الأمم المتحدة وأيضا المنظمات الدولية الأخرى بالسماح لفتح مطار صنعاء لعدة قهات متعددة فتح مطار صنعاء الدولي بالكامل هو ما تطالب به صنعاء اليوم بدل الاكتفاء بإضافة رحلة جوية إلى الأردن كوجهة وحيدة ويتيمة أمام اليمنيين ولا سيما بعد تنص للتحالف من التزامه بإضافة رحلتين يوميا أو بحسب الحاجة إلى مصر والهند تعثر تنفيذ الرحلات إلى القهرة وإلى الهند ولا يوجد أسباب واضحة حتى هذه اللحظة خاصة أن مطار صنعاء الدولي بكامل جاهزية نحن نطالب فتح المطار بشكل كامل ليست ثلاثة الوجهات ولا يكتفي التحالف ضد اليمن بمنع المرضى اليمنين من السفر كما تتهمه صنعاء بل ويستميت أيضا في منع الفراق الطبية الأجنبية من الوصول إلى اليمن استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي بعد ثلاثة أعوام من اتفاق الهدنة وخفض التصعيد أمر يضاعف من معاناة اليمنيين ويبقي آمال المرضى منهم معلقة على وعود لم تتحقق بفتح مسارات جوية جديدة ليظلوا قيد الانتظار مع معاناتهم المتفاقمة يوما إثر يوم أحمد عبد الرحمن من مطار صنعاء الدولي الميادين